هذه أبرز العناوين نجم ريال مدريد يعلق على تألق حكيم زياش بعد تألقه الكبير أمام مونشستر يونيتد حكيم زياش سحت أعين عملاق الليج آ أخبار سيئة لوليد راقراجي بخصوص سوفيان ديوب غياب طويل والآن إلى التفاصيل ولكن من قبله باش تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس نجم ريال مدريد يعلق على تألق زياش قدم النجم المغربي حكيم زياش عرضا قويا ومبهرا في المباراة الماضية لقالة صراي أمام مونشستر يونيتد في دور أبطال أوروبا فارضا على المتابعين والنقاد الإشاد والتناء على ما قدمها وتفعيل مدفع ريال مدريد الإسباني أنتوني روديغير مع تألق حكيم زياش مشاركا صورة اللاعب المغربي ومعلقا عليها الساحر وسبق لروديغير انجور زياش في تشيلسي تحت قيادة المدربين فرانك لامبارد وطم السخل قبل انتقاله إلى ريال مدريد وتألق زياش رمام مونشستر يونيتد متمكنا من تسجيل هدفين من ركلتين حرتين مع تقديمه لتمررة حاسمة بعد تألقه الكبير أمام مونشستر يونيتد حكيم زياش تحت أعين عملاق الليغ تبدي مجموعة من الأندية الأوروبية اتماما كبيرا بالتعاقد مع الدولي المغربي حكيم زياش المحترف حاليا بنادي غلط سراي التركي لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وهو الأمر الذي قد يجعل نجم المنتخب الوطن المغربي يخذ مستقبلا تجربة جديدة في مشواره الكروي خارج تركيا وفق ما أولدت تقاري إعلامي الفرنسي فإن بعض الأندية الممارسة بالليغ عبرت عن استعدادها في التعاقد مع النجم المغربي حكيم زياش خلال الملكة الصيفية القدم وفي مقدمتها عملاق كرة القدم الفرنسية موناكو ومارسيليا مضيفة أن أندية إسبانية كذلك تضع أعينها على الأسد المغربي ولم تكشف التقارير عن هويتها وفي سياق المتصل كان حكيم زياش الذي تبلغ قيمة التسويق 15 مليون يورو حسب موقع ترانسفير ماركت قد وقع في كشفة نادي غلاطسراي الصيفة سنة 2023 لمدة موسم الكرة وواحدة على سبيل الإعارة مع حقية شراء عقده من فريق تشيس الإنجليزي تجدر الإشارة إلى أن اللاعب الموهوب حكيم زياش قد حصل على جائزة أفضل لعب في اللقاء الذي جمع فريق وحالي غلاطسراي بنادي مونشتري نايت الإنجليزي يوم الأربع الماضي برسم الجولة الخامسة من دور مجموعات منافسات دور أبطال أوروبا أخبار سيئة لوليد رقراجي بخصوص سوفيان ديوب غياب طويل تعرض الدولي والمغربي سوفيان ديوب لعب فريق نيس الفرنسي لكرة القدم لإصابة خطيرة خلال مباراة فريقه أمام تولوز يوم الأحد الماضي والتي فز فيها نيس بهدف دون رد وأظهرت الفحصات الطبيعية التي خضع لها ديوب إصابته بكسر في مشت القدم الأيمن مما سيغيبه عن الملعب لمدة 6 أسابيع على الأقل وقال مدرب نيس فرانسيسكو فريولي في مؤتمر صعفي سوفيان ديوب يعاني من كسر في مشت القدم الأيمن وإصابته خطيرة إلى حد ما وسيغيب عن المياد لمدة 6 أسابيع لذلك سنرقب تطورات الإصابة في الأيام المقبلة لكنه لن يتمكن من العودة قبل بداية السنة الجديدة على أي حل وأضف فريولي إصابة ديوب تمثل خسارة كبيرة لنا فهو لاعب مهم في تشكيلتنا نتمنى له الشفاء العاجل وتهدد إصابة ديوب مشاركته في نهاية كأس الأمم الأفريقي المقبلة التي ستقام في فترة ما بين 13 يناير إلى 11 فبراير 2024 في الكودفور ويأمل ديوب في التعافي سريعا من إصابته حتى يتمكن من المشاركة في كأس الأمم الأفريقي المقبلة مع المنتخب المغربي الاتحاد الإسباني منذ 2030 سيكون أفضل نسخة في تاريخ كأس العالم يجمع قارتين والثقافات مختلفة قال مدير التطوير الأعمال الدولية بالاتحاد الإسباني لكورس القدم فرناندو سانس أن كأس العالم 2030 التي اختار مجلس الفيفا ملف المغرب وإسباني والبرتغال كمرشح وحيد ستكون الأفضل في تاريخ وأضف فرناندو سانس لقناة موفيستار لدور أبطال أوروبا نحن نعمل مع ناظرين المغربي والبرتغالي لتنظيم أفضل كأس العالم في التاريخ نحن نعمل بانسجام واتفاقنا لتحضير كل تفاصيل الترشيح المتين وأضف سانس نحن نتبادل الزيارات ونعمل على تطوير المشروع وشدد العبارة المدرد السابق على أن هناك تواصل مستمرا بين اللجان المختلفة المعنية بالترشيح المشارك وكانت اتحادات كرة القدم للمغرب والبرتغال وإسبانيا قد وقعت يوم الأربعاء رسميا انتفاقية الترشح لاستضافة كأس العالم 2030 من جهتها قلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بيان النشرة على موقعها الإلكترونية أن التوقيع على اتفاقية الترشح يعد التزاما من جانب اتحادات كرة القدم الثلاث باحترام القواعد والإطار الذي يحكم عملية الترشح مشيرة إلى أن الوثيقات تتضمن أيضا يرشادات على الجوانب الفني الرئيسي للتطبيق مثل معايير الترويج والتقييم إشادات ومعاتبة للمدرب مناصر ومتابع لمونشستر يتفاعلون من مستوى مرابط أمام قلة الصرية خاض النجم المغربي السوفينا مرابط المباراة الأخيرة الماضية لمونشستر يونيتد أساسيا والتي جرت أمام قلة الصرية يوم الأربعاء الماضي لحساب الجولة الخامسة من المجموعات بدور أبطال أوروبا وشارك أمر رابط قرابة 50 و50 دقيقة مغادرا الميدان بقراء من المدرب إريك تنهاك الذي فضل تغييره عندما كان الفريق متقدما بثلاث أهداف مقابل واحد وجاءت جميع ردود فعل المناصرين والمتابعين بشأن مستوى أمرابط إيجابية متنيين على الأداء الذي قدمه اللاحب ومعتبرين إياه نقطة ضوء الفريق الوحيد في الخط الخلفية وكتب أحد المتفاعلين مع المباراة أعتقد أن أمرابط وأنتوني قدموا واحدة من أفضل مبارياتهما مع مونشستر يونيتد من المؤسف بالنسبة لأمرابط أن يتم السبداله ولكن ذلك كان مفهوما لحصولها على بطاقة صفراء وكانت المباراة قد خلصت بين غلاد السراء ومونشستر يونيتد بثلاث أهداف في كل مرمى والتي عرفت تألقا مبهرا من المغربي الآخر حكيم زيش هيرفيرينار يوضح حقيقة اقترابه من تدريب تونس نفل فرنسي هيرفيرينار مدرب المنتخب الفرنسي النسوي لكرة القدم صحة متردد بشأن توصله بعرض من الاتحاد التونسي لكرة القدم من أجل الإشراف على تدريب نصور قرطاش في كأس أمم إفرقيا 2023 بيل كوديوار وتحدث التقارثة في تونسيا في الأيام القليلة الماضية عن اقتراب المدرب السابق للمنتخب المغربي هيرفيرينار من قيادة منتخب تونس في الكان المقبل خلفا لجلال قدر المدرب الحالي لنصور قرطاش وبهذا الخصوص قال المدرب الفرنسي هيرفيرينار في تصريح لموقع سيت أنفوس بور إنه لم يتلقى أي اقتراح من الاتحاد التونسي لكرة القدم لتدريب المنتخب الأول ولم يتوصل مع أي شخص بشأن هذا الموضوع واشدد المدرب السابق للمنتخب الوطني المغربي أن التركيز في هذه الفترة منصب مع المنتخب الفرنسي للسيدات الذي يشرف على تدريبه منذ شهر مارس الماضي وقضى هيرفيرينار عددا من المنتخبات الإفريقية في السنوات الماضية حيث نجح في تتويج بكأس أمم إفريقيا في مناسبتين مع منتخب زامبيا سنة 2012 والكوديفور سنة 2015 كما قاد المنتخب المغربي إلى نهائية كأس العالم 2018 بعد غياب لمدة عشرين سنة